السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم جابنا الي اول شي قبل ما امتدد ضغط زر لايك واشترك في القناة وفعل زر التنبيهات عن قصادق الجديد طبعا اليوم موضوعنا هو عن طريقة تثبيت وتنصيب الاسر الجديد او 6 وارف طبعا هو لحيم ما نزل مثل ما تشوفون يعني اللي يبي يتأكد لا زال ما نزل بس على نوعنا فحنا اليوم نزل على نسخة المطورين البيتا اللي يسمونها البيتا نسخة المطورين البيتا طبعا الرابط بتلاقونا في الوصف تدخل الرابط من سفارة طبعا لاحظة قبل كل شي انا ما انصح اي واحد احدث ولي بصور على مو مو على مسئوليتي اوكي شباب طبعا ما ينفتح الرابط لك بها الصفحة تضغط علي كلمة slow download اللي تحت تنتظر شوء بيقولك يحاول موقع علوي بها فتح اللي عدادات تضغط لي السماحات طبعا ما بحدث انه ما عندي جهاز حتياته مثل ما تشوفون بيقولك هني اسم الملاف اللي هو اسم البيتا سوفت وير بروفايل انجانه انجان تضغط على كلمة التثبيت بيقول يطلب منك كلمة المرور وكلمة سر الهاتف بيقولك هذا تضغط تثبيت عقب ما تضغط هذه كلمة تثبيت بيطلب منك عالة تشغيل بيضغط الغاء او عالة تشغيل وبعد ما تسوي لي عالة تشغيل اوكي شباب تروح مانا انا طبعا قلت لكم ما بسوي ما بسوي لانه ما عندي ايش لان اقول لكم احنا اطلع يطلع ليكم مانا يعقب ما تسوي على التشغيل يشتغل الهاتف بها الشكل تضيش على الاعدادات تضيش عليك المتعام تحديث البرامج بتلاقي هني التحديث طالع لك واسم التحديث اي او اس 12 بيتا بيتا ما اضرب كلامتي دي تضغط تثبيت والثبتة عرفتون شباب لكن طبعا مثل ما قلت لكم ما اتحمل المسؤولية اي هاتف كلش كلش طبعا المقطع السابق اللي ما اتشافها عن مؤتمر ابل بالامس وروحوا تشوفوا الحين وبس يا شباب مع السلام موسيقى موسيقى